هذا هو الآيباد برو الجديد أنحف أخف أجمل وأقوى من أي وقت مضى حتى أنه يقولون أنه أقوى من كثير من أجهزة الكمبيوتر اللي في السوق لكن هل حقيقة يقدر يبدل أجهزة الكمبيوتر التقليدية خلونا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله فيه فيديو جديد على الإلكتروني وموضوعنا اليوم هو الآيباد برو الجديد بصراحة لنا في فترة ننتظر أبل تعطينا تحديث جديد لأجهزة الآيباد وجاء الوقت أنها تحصل على نقلة لأن سوق اللوحيات ضاع بالأمانة ضاع وين؟ ضاع لأن الجوالات تطورت كثير الجوالات صار حجمها كبير جداً صارنا نشوف جوالات حجم الشاشة حقها 6.5 إنش فالناس ما صارت تحتاج الآيباد صار عنده كمبيوتر عنده جوال شيء بينهم ما يحتاج لأن حتى الأمور بين الجوال والكمبيوتر بدأنا نشوف جوالات تشبكها بالتلفزيون وتصير كمبيوتر فأبل كانت تحتاج أن نتقدم نقلة مع الآيباد الجديد اللي عندنا هنا هو الآيباد برو هذا حجم 11 إنش فيه حجم أكبر منه 12.9 إنش ما يحتاج تشيلون هم الفرق بينهم بالمواصفات لأن حرفياً كل يفرق بينهم دقة الشاشة وحجم البطارية هذا كل شيء الباقي متشابهين تماماً طبعاً فكرة البرو في سلسلة آيباد هي إنها أقوى من الآيبادات العادية تعطيك مواصفات أقوى تخليك تقدر تسوي أشياء أكثر وطبعاً قدموا لنا الكيبورد وقدموا لنا القلم عشان أنت تحس أنك تقدر تسوي في هذا الأشياء في هذا الجهاز إنتاجية أكبر من البرامج اللي بالعادة تستخدم لها كمبيوتر وتحتاج كمبيوتر متكامل عشان تنجزها لكن قبل ما نتكلم عن موضوعنا آيباد برو بديل للكمبيوتر خلونا نتكلم عن الأشياء الجديدة اللي أضافتها أبل التغييرات الجديدة المواصفات الجديدة اللي موجودة في آيباد برو نسخة 2018 أو نهاية 2018 شكلياً التصميم تغير بشكل كبير جداً طبعاً هذا أنحف آيباد تقدموا آبل على الإطلاق وبنفس الوقت أخفوا أصغر نسبياً من النسخة الماضية دوم الضحي آبل طبعاً بنصفة 12.9 إنش بدوم الضحي بحجم الشاشة لكن إيش صار معنا هنا؟ الحواف نفسها حق الشاشة صارت أصغر تقنية الشاشة هي لكويد رتنا أو طبعاً كما نعرف هي شاشة الالسي دي اللي كانت تقدمها آبل في السابق وزي ما تشوفون أنتو أمامكم الألوان رائعة جداً جداً على هذه الشاشة والدقة حقاً الألوان ممتازة لو جربتوا تفتحون صور على الجهاز راح تشوفون فعلاً قد إيش عرض الألوان رائع جداً على هذه الشاشة بالنسبة لدقة الشاشة فهي دقة عالية جداً أعلى من الفول اتش دي أقل من الفور كي والكثافة البيكسلية في النسختين لـ 11.9 إنش كلها 264 بيكسل بير إنش أو بيكسل لكل إنش من ناحية العتاد عندنا معالج A12X بيونيك طبعاً مثلاً يعني طبعاً هم يقولون أنه معالج A12 اللي يستخدم في الآيفونات اللي موجود هنا أقوى وطبعاً عشان نتكلم عن سرعة المعالج أو أداء المعالج كثير من المراجعين اللي يتكلموا عن الجهاز أو اللي يستعرضوا الجهاز تكلموا بقوة عن كيف أن المعالج جداً جداً متمكن ويقارن بأجهزة الكمبيوتر الكثيرة اللي موجودة في السوق كمثال وهذا شيء ذكرته أبل في المؤتمر الصحفي أداء هذا الجهاز مع الألعاب يقارن بأداء جهاز Xbox One S نتكلم عن جهاز ألعاب منزلي متكامل هنا موجود داخل هذا الجهاز اللوحي طبعاً هذا ما يعني أنه ألعاب بنفس حجم اللي موجودة في الأكس بوكس One S بتكون متوفرة هنا هذا شيء راجع للمطورين في النهاية من ناحية الكاميرا عندنا كاميرا دقتها 12 ميجابيكس الموجودة بالخلف لكن عشان ما نلخبط ما هي نفسها اللي موجودة في آيفون XR هذه الكاميرا الحساس حقها أنحف بشوي وبالتالي ما رح تعطيك نفس الخصائص اللي موجودة في كاميرا الآيفون لكن ككاميرا موجودة في جهاز لوحي وإحنا نعرف الكاميرا خلفية في جهاز لوحي استخدامها محدود جداً ومو حد يحتاجها في أغلب الوقت لذلك يعني توفي بالغرض في الأمام عندنا حساسات الفيس آي دي وأيضاً كاميرا أمامية طبعاً حساسات الفيس آي دي مو نفس بالضبط اللي موجودة في الآيفون لأن هنا تم تعديلها بشكل بسيط ليش؟ لأن أنت أصلاً لما تجي تستخدم الجهاز ما رح تستخدمه بنفس الطريقة اللي تستخدم فيها الجوال الجوال تنسكه كذا وتناظره بشكل مباشر لما تجي تفتحه بينما الجهاز اللوحي بتركون ماسكه أحياناً بيدك كذا وتكون أنت تطالع تحت في الطاولة أو تكون ماسكه بشكل كذا أو منسد حسريره وماسكه بطريقة معينة وحياناً تنسكه بالعرض أحياناً تمسكه بالطول ما في حد بيجي يفتح آيفونه بالعرض كذا فاللوحي التعامل معه بطريقة مختلفة فآبل عدلت عليها بحيث أن الكاميرا أو الفيس آي دي رح يتعرف عليك مهما كانت وضعية اللوحي من الإضافات الممتازة أيضاً اللي موجودة في الآيباد أنه الآن صار عندنا أربع سماعات تعطيك صوت سبيكر ممتاز في كل زاوية من زوايا الجهاز عندنا سماعة طبعاً رح يعطيك صوت نوعاً ما يحاكي الصوت المحيطي وطبعاً شفنا أداء السماعات نفسها سبيكر على الجهاز وكانت رائعة جداً خصوصاً مع الألعاب اللي لعبناها على الجهاز طبعاً في موضوع أنه الآيباد يجيب نسختين نسخة واي فاي ونسخة مع الشريحة أو تقدر تحط فيها شريحة بيانات وهذا موجود هنا بالإضافة لأنه يستقبل شريحة أيضاً يستقبل الشريحة الإلكترونية اللي توم ما تم تطبيقها في السعودية لكن بدأ اختبارها في عدة مناطق وسمعنا أنها قادمة قريباً فالميزة موجودة هنا وتقدر تحصل عليها مستقبلاً لمن يتم تفعيلها آخر نقطة بتكلم عليها من ناحية العتاد هو منفذ USB-C هذا صراحة شيء أنا ما كنت متوقع بشكل كبير الآن الآيباد يبتعد عن منفذ اللايتنينج المعروف وصار يستخدم منفذ USB-C متوافق مع التوجه عالمياً للمنفذ USB-C والإكسسوارات الخاصة فيه نتكلم عن إيش هنا بخصوص الـ USB-C نتكلم عن إكسسوارات خارجية مثلاً قارئ كروت تبي تقرأ كروت تنقل صورك من الكاميرا الترافية للآيباد عشان تعدل عليها وتشتغل عليها نتكلم عن أشياء مثلاً تبي تشبك مايكروفون تبي تشبك سماعات راس تبي تشبك مثلاً خنقول شاشة خارجية الجهاز يقدر يشبك لك بشاشة خارجية دقتها 5K الآن الموضوع التالي اللي بتكلم عنه عن الآيباد برو وهي واحدة من أهم النقاط اللي تخصوا القلم الآن صار عندنا فيه قلم جديد والقلم هذا أوكي بتشوفون اللقطة الآن صار فيه واحد من أوجهه مسطحة عندنا وجه مسطح من جهة من جهات القلم والهدف من وجهه المسطح هذا هو أن القلم الآن صار يشبك بشكل مغناطيسي في الآيباد فيصير موجود عندك ومشبك بالآيباد عن طريق مغناطيس هذا شيء بريحك كثير عشان تحافظ على القلم ويكون القلم قريب من جهازك طبعاً هذه مو الميزة الوحيدة لأنه يشبك أو يلصك في الآيباد نفسه ميزة الثانية أنه صار يشحن لاسلكياً الحركة اللي شكلها مدري كيف القديمة اللي تفتح فتحة لايتنيق وتشبكها في الجهاز من تحت راحة للأبد خلاص الآن تقدر تشحن بشكل لاسلكي طبعاً لازم نقول شيء عن القلم القلم يباع بشكل منفصل تشتريه الحالو أوكي وكذلك الكيبورد أو لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز تشتريها بشكل منفصل وطبعاً هذا الموضوع أتكلم عنه في النهاية لما أتكلم عن السير قبل أن أترك القلم القلم مهم جداً جداً للآيباد برو بصراحة يعني فيه مستخدمين كثير ممكن يستخدمون الأجهزة اللوحية لكن سلسلة البرو سلسلة أجهزة اللوحية فائقة القوة مع القلم خصوصاً أتكلم عن فئة معينة من المستخدمين ومصممين الرسامين وبعض المهندسين راح يستفيدون كثير أو أكثر ناس راح يستفيدون من جهاز الآيباد برو لأن القلم هذا يقدر يخليك تسوي أشياء كثيرة واحدة من الأشياء الإضافية الجديدة المهمة في القلم أنه عند المكان المسطح اللي موجود على القلم هذا نفسه تقدر بإبهامك مثلاً تضغط مرتين وراح يسوي لك أو يعدلك بعض الخيارات اللي موجودة في الآيباد مثلاً راح يغير بين القوائم واحدة من الأمثلة اللي بوريكم ياها الحين مثلاً في برنامج الملاحظات مثلاً تقدر تكتب بالقلم عادي ملاحظات إذا تضغط ضغطتين على القلم تقدر تحوله إلى وضعية المسحة والمساحة وتقدر تمسح هذا الشيء بيختصر عليك وقت طويل مثلاً من أنك تذهب بنفسك وتضغط وتذهب للمساحة وترجع وتبدل بينهم فهذه واحدة من فوايد اللمس مرتين على القلم وتقدر تستفيد منها حسب البرنامج نفسه وكيف يوظفونها المطورين ومثل ما يصير مع سماعات أبل أيربود عندما تقربها من الآيفون ويتعرف عليه مباشرة ويصير مزامنة بينهم نفس الشيء بالنسبة للقلم مجرد أنك تضعت جنب الجهاز راح يتعرف عليه ويصير مزامنة بينهم نتكلم الآن عن الآيباد برو هل هو جهاز لوحي ممتاز؟ جهاز لوحي جبار إذا تبت تتكلم عن جهاز لوحي إيش ممكن يقدم لك جهاز لوحي؟ هل أنت من النوع اللي بتستخدمه عشان تتفرج في الطيارة على فيلم أو مسلسل أو تلعب فيه في البيت على كم من جيمز تشغل أو تقعد تتصفح الإنترنت الجهاز هذا يعطيك أشياء أكثر بكثير من اللي تحتاجها الجهاز هذا فوق حاشتك اسمه آيباد برو لأنه مخصص لفئة أعلى من المستخدمين الناس قرنون أداؤه بأداء جهزة الكمبيوتر لكن هل أنا فعلا أقدر أجيب الكيبورد وأستخدم القلم ذا وأستبدله بالكمبيوتر حقي أو أخر الكمبيوتر حقي على جنبه وقل خلاص أنا بس أحتاج آيباد برو إحنا ممكن هنا نتكلم عن السعر عشان نحط الناس بالصورة الجهاز هذا حجم 11 أنش اللي هو الحجم الأصغر نسخة 64 جيجا بايت بس تخزين 64 جيجا بايت يبدأ سعرها من 799 دولار يعني تقريبا 3000 ريال سعودي يمكن إذا شفنا أسعار الجوالات مؤخرا الواحد يقول والله هذا المبلغ مو عالي لكن فعليا هو مبلغ عالي هذا المبلغ اللي ممكن تشري فيه جهاز لابتوب مثلا وطبعا يطلع الأعلى من كده لا أحد يشتري 64 جيجا بايت خلنا نكون صريحين يعني نتكلم عن منفذ الـ USB-C اللي موجود هنا لو شبكت فيه مثلا فلاش أو USB حق تخزين عندك USB فيه مثلا 250 جيجا أو شي أو شبكت فيه هاردوسك ما راح يتعرف عليها عشان تنقل الملفات على راحتك ممكن ينقلك صور لكن ملفاتك الثانية ما تقدر تقعد تنقلها بين وسائل تخزين مختلفة عن طريق هذا الجهاز أو تستخدمها كوسائل التخزين الخارجية هذه واحدة من المشاكل الرئيسية أنا على جهاز كمبيوتر حقيقي أقدر أسوي هذا الشيء لذلك هنا نتكلم عن محدودية الآيبايد برو لا زال يستخدم iOS 12 iOS 12 نظام تشغيل ممتاز وسريع يعني لما نستخدمه على الجوالات جميل ويوفي الغرض لكن على جهاز مثل آيبايد برو هنا تحسب المحدودية مقارنة بجهاز كمبيوتر فعلي طبعا أنا قلت أنه موجه للمستخدمين مثل الرسامين مثلا أو اللي عدلون على الصور لكن حتى اللي عدلون عن الفيديو أو يعدلون عن الملفات الصوتية أيضا يقدرون يستخدمون آيبايد برو ولو تبي تسوي تحرير الفيديو فوركي تقدر على هذا الجهاز الجهاز قدراته عالية جدا لكن أعتقد أن المحدودية الكبيرة فعلا هي في نظام التشغيل ممكن أنه iOS حان الوقت أنه يتم تعديله للأجهزة اللوحية عشان يصير الفارق الشاسع هذا يقلب يعني قد شفنا أجهزة بهذا الحجم تقدم لنا نظام تشغيل متكامل مثل اللي موجود في الكمبيوتر فتوقعنا iOS 12 حان الوقت أنه يكون مختلف على الأجهزة اللوحية آيباد برو أو أنه آيباد برو يكون له نظام تشغيل مختلف تماما هذه وجهة نظري الجهاز زي ما قلنا سعره يبدأ من 3000 ريال سعودي لازم تشتري القلم شكل منفصل لازم تشتري الكيبورد بشكل منفصل فأنت تتكلم عن سعر أكبر هذا إذا كنت مقتنع أنه 64 جيجا بايت صح تكفيك بس بشكل عام أوكي أبل ما تخيي بالضن مع آيباد برو من ناحية الجودة اللي عودتنا عليها أبل تصميم جميل جدا مواصفات عالية بكل الطرق والأشكال الطرق اللي تستخدم فيها القلم والاستخدامات القلم ذكية جدا خصوصا في مرامج تحرير الصور يعني أنا هنا والله تمنيت أني مصمم أو رسام بس عشان أستخدم جهاز زي هذا في حياتي لكن للمستخدم العادي هذا جهاز قوة أعلى بكثير من حاجة الكثير مننا وأيضا زي ما قلت فيه حاجز السعر وحاجز محدودية نظام iOS 12 عشان يحول الآيباد برو كبديل للكمبيوتر لأنه فعلا من ناحية عداد عتاد ما يقل أبدا عن 80% من الكمبيوترات اللي موجودة في السوق أتمنى للسعرات يكون عجبكم هذا كان الآيباد برو 12 وتابعونا على الإكتروني دائما أعطوني لايك والخاطر سانجي اللي كان معي في الحلقة أعطونا لايك أوكي وابدن الله تشوفون دائما جديد التقنية على قناة الإلكتروني معكم حمد بن سيمي وعلى السلامة